يعطيكم العافية الرابع معكم عبدالله من قناة الهب فيديو اليوم راح يكون عبارة عن مراجعة للعبة ساموراي جاك هذه المراجعة من اعداد ريو فخلونا نبدأ ساموراي جاك هي لعبة مغامرات هاكن سلاش مقتبسة من الكرتون الامريكي الشهير بنفس الاسم وهي من نشر شركة Adult Swim Games ومن تطوير الستيديو الياباني سوليل الذي يضم عددا من المطورين واللي سبق لهم العمل في استيديوات تيم نينجا على العاب مثل Dead or Alive أو Ninja Gaiden جهاز التقييم وهو الناتندو سويتش ومدة اللعب هي من 5 إلى 8 ساعات علشان تخلص اللعبة اعتمدنا في هذه المراجعة على تقييمنا لنظام اللعب كذلك القصة التصوير والأصوات فخلونا نبدأ بالقصة تدور حداث القصة حول ثلاث شخصيات آكو وابنته آشي وكذلك البطل جاك وطبعا تبدأ القصة برفض آكو لحب ابنته آشي لشخصيتنا اللي هو جاك لكن آكو بسرع يكتشف ان بنته عندها قوة خارقة هذه القوة تمكن آشي من فتح بوابة عبر الزمن واللي تستخدمها عشان ترسل نفسها اهيو جاك إلى الماضي علشان جاك يهزم آكو لكن يعترض آكو طريق جاك أثناء سفرهم عبر الزمن ويقوم بإرساله خارج البوابة إلى عالم ما بين الزمن القصة باللعب عادية ما فيها أحداث أبدا وكل الأحداث الحلوة صارت على النهاية فقط أما بالنصف ومبعد البداية ما فيها شيء وفراغ وكأنك تلعب بدون هدف وجميع الشخصيات الأخرى ما كان لهم دور بالقصة أبدا غير حوارات بسيطة واللي كانت عبارة عن تعليمات فقط والحين خلونا ننتقل حق الجزئية الثانية واللي هي أسلوب اللعب وإذا ننتكلم على أسلوب اللعب رح نتكلم عن القتال، الأسلحة، شجرة المهارات وأسلوب التقدم فخلونا نبدأ بالقتال اللعبة من تصنيف هاكن سلاش مثل ما ذكرت يعني رح تعتمد بشكل كبير على دمج الضربات أو المعروف بالكمبو ومن ناحية تنوع الضربات كان لا بأس فيه وكانت ممتعة على الأقل في البداية لكن خلال الساعات الأولى باللعبة رح تشعر بالملل اللعبة تعاني من تكرار شديد في طريقة اللعب والضربات بشكل عام كانت محدودة ومع الوقت بتشوف نفسك تكرر نفس الشيء أكثر من مرة والتكرار حتى في قتال الزعماء رغم تنوع أشكالهم وطريقة ضرباتهم لكن كلهم رح تقاتلهم بنفس الأسلوب أما النقطة الثانية اللي رح نسولف عنها واللي هي الأسلحة من الأشياء المميزة بسلوب اللعب أن اللعبة تقدم لك أنواع كثيرة من الأسلحة سواء أسلحة المدى القريب أو البعيد لكن المشكلة ما رح تحس بأي فرق بينهم من ناحية القوة وكأنك تستعمل نفس السلاح لكن أذقل رح يكون عندك أربع أنواع من الأسلحة المدى القريب وهما السيف الرمح المطرقة العصر بالإضافة إلى قبضة اليد هناك أربع أنواع أيضا من أسلحة المدى البعيد وهي القوس المسدس الرشاش والأسلحة القابلة للرمي كالشركن والكناي لكن تنوع الأسلحة لم يأتي بفائدة تذكر ما رح تقدر تبدل بين الأسلحة بوقت الكمبو بحيث رح تحتاج تنتظر لين تخلص الضربات والحركات بعدها رح يتبدل السلاح شي غريب كون اللعبة هاكن سلاش وضيع فرصة كبيرة في متعة القتال والتنوع في الكمبو وأثر على أسلوب اللعب والحين خلونا ننتقل حك شجرة المهارات شجرة المهارات ممتازة وعميقة وتقدم الكثير من المهارات اللي راح تغير من اللعب ولو بشكل بسيط لكن التركيز عليها بكل شيء كان مبالغ فيه تبدل اللعبة بدون أي كومبو وأي حركات وكلهم لازم تفتحهم من شجرة المهارات واللعبة تجبرك تفتح مهارات انت ما تبيها بس عشان تفتح مهارتها بيها واللي من الأساس مفروض تكون متواجدة معاك من البداية كون هاللعبة هاكن سلاش ضرور يكون متواجد ولو كومبو بسيط من بداية اللعبة ولا يخلوني أبدأ من الصفر أعداد الكومبو والحركات في شجرة المهارات كانت قليلة جدا والأغلب كان نفس الكومبو بس لسلاح آخر فخلونا ننتقل حق اسلوب التقدم باللعبة اللعبة بنظام مراحل وبعض المراحل خليط ما بين 2D وال3D وجميع المراحل خطية تماما ما يوجد فيها محتوى جانبي واللي أقصد بالمحتوى الجانبي فهو المهمات الجانبية كل اللي راح تسويه إنه تتوجه حق نهاية المرحلة واللي غالبا راح تواجه فيها البوس لكن ممكن كل مرحلة يكون فيها أماكن جانبية بسيطة واللي ممكن تلقى فيها صناديق تعطيك بعض الأغراض لكن بشكل عام المراحل تكون خطية والحين خلونا ننتقل حق التصوير رسومات اللعبة صافية وسلسة لكنها عادية جدا وراح تذكرك في جيل بلاي ستيشن 2 واللي ما أدري هلأقول عنه شي حلو أو سيء البيئات كانت متنوعة وفيك المرحلة راح تاخذك لحضارة مختلفة كاليونان والاسكندنافية وغيرها واعتبر شيء ممتاز لكن تصاميم المراحل كان بداي جدا ولا يتوافق مع الجيل الحالي أبدا البيئات فارغة تماما من التفاصيل وخالية وصممت بشكل سيء وكل اللي بتشوفه قدامك هو صناديق حشبية تكسرها للفلوس ونقاط الخبرة رسوم الشخصيات كانت شيء المتوقع من أي لعبة كرتونية ومشابهة تقريبا للكرتون لكن كان ممكن تكون بتفاصيل أفضل وأدق بالإضافة إلى الانيميشن كان مناسب نوعا ما ويؤدي الغرض اللعبة تعمل على 30 إطار في السويتش وفي أغلب الغتالات راح يكون فيها أعداد كبيرة من الأعداء وهذا راح يسبب هبوط كبير في الإطارات ويخلي المواجهة صعبة وكأنها تحدي ضد الإطارات من الأشياء الجميلة واللي عجبتني كذلك أنه أنت لما تتلقى ضربات جاك يبدي علي أثر الدمج من ناحية أنه دومة تبدأ تشقك أو ربطة الشعر تبدأ تطيح وهذا يبقى لك الأثر أنه أنت راح تموت قريب أما الآن دعنا ننتقل إلى الأصوات اللي هو أداء الممثلين أصوات البيئة والموسيقى التصويرية من الأشياء الجميلة باللعبة أن الممثلين اللي قاموا بعمل الأداء الصوتي أهم نفسهم ممثلين الأداء الصوتي في الكرتون وهذا شيء جيد خصوصا لمحبين الكرتون أكيد ما يبوني شوفون الشخصيات يأدي دورها شخص ثاني ولكن مع الأسف أن الشخصيات الجانبية كانت بدون أداء صوتي وكانت حوارات مكتوبة فقط أصوات البيئة ما فيها شيء مميز كذلك الموسيقى كانت عادية جدا ومن النوع اللي تنساها بسرعة بمجرد ما تخلص اللعبة وأكيد مثل كل مرة ما في لعبة تكون من غير سلبيات السلبيات في لعبة ساموراي جاكت هو تكرار في أسلوب اللعب والقتالات قصة عادية هبوط في الإطارات وتصميم العالم الفارق ساموراي جاك قدمت لي من 5 إلى 8 ساعات لعب تكاد تكون مملة اللعبة عادية جدا وما نجحت في تقديم أساسيات الهاكن سلاش بالشكل المطلوب ممتعة في بدايتها لكن راح تشعر بالملل منها في الساعات الأولى بسبب تكرار بمحتوى اللعبة وبأسلوب اللعب والقتال المحدود ممكن تسبب لك إحباط خصوصا لغير محبين الساموراي جاك لأنه شوفها موجهة للفانز أكثر من غيرهم باختصار لا تتوقع منها الكثير سعر اللعبة 40 دولار وما أنصح تشتريها بسعرها الكامل أبدا حتى ولكنت من محبين ساموراي جاك والأفضل تنتظر تخفيض بالنهاية تقييمنا للعبة ساموراي جاك أهي 5.5 من 10 كان معكم عبدالله من قناة الهب وهذه هي مراجاة ريو للعبة ساموراي جاك لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وكتبوا لي رايكو بتحت بالكومنت بالمراجعة شوفكم في فيديو تاني مع السلامة شوفكم في فيديو تاني مع السلامة شوفكم في فيديو تاني مع السلامة